اشتركوا في القناة نشاط الاول رأينا نسبة القارات والجزر وهي اليابس ونسبة المحيطات من القشرة الارضية من القشرة الارضية حيث تبين لنا أن نسبة اليابس في مجموع القشرة الارضية قشرة الكرة الارضية هو 29 في المئة يمثل تقريبا التلت اما بالنسبة للماء وهو المحيطات والبحار فيمثل التلتين 71 في المئة ونحن نعيش في اليابس نحن نعيش في اليابسة نحن نعيش فقط في جزء من تلت الكرة الارضية فقط نعم هذه ملاحظة مهمة أيضا كذلك نذكر بمكونات اليابس اليابس له مكونات ماذا يتكون هذا اليابس؟ يتكون من الجبال وقليل من السكان هم الذين يعيشون في الجبال تكون أيضا من الهضاب والهضاب يعيش فيها الإنسان يعيش الإنسان في الهضاب لأنها منبسطة وموهدة إذن يمكننا أن نعيش في الهضاب هناك بعض المدن متواجدة في الهضاب كذلك السهول أيضا أغلبية الناس يعيشون في السهول في السهول لأن السهول خصبة ويعني بإمكاننا زراعتها وبإمكاننا يعني فهي توفر لنا مجالا حيويا للعيش والحياة إذن ننتقل الآن إلى موضوع هذا الدرس وهو اكتشاف بعض مكونات وخصائص الغلاف المائي إذن الغلاف المائي أيضا له مكونات وله خصائص اكتشف بعض أشكال التضاريس البحرية ومميزاتها إذن كما تلاحظون يعني حتى ما هو تحت المحيطات هناك جبال هناك مرتفعات هناك سهول إذن أكتشف بعض أشكال التضاريس البحرية ومميزاتها الوثيقة واحد الوثيقة واحد مقطع يبين بعض أشكال التضاريس البحرية إذن كما تلاحظون لدينا سطح البحر هذا هو سطح البحر يعني باللون الأزرق هذا ماء اللون الأزرق هذا هو الماء ماء المحيط أو ماء البحر كما تلاحظون إذن تحت الماء ماذا يوجد تحت الماء إذن لاحظوا ماذا يوجد تحت الماء هناك هضبة قارية هضبة قارية تحت الماء هناك حافة قارية أي اليابسة عندما ينزل إلى قعر المحيط إذن حافة قارية ثم هناك سهل قاري سهل محيطية هذه سهل محيطية ثم لدينا مرتفع وسط المحيط لدينا مرتفع وستعرفون سبب هذا المرتفع في السنة الثانية من دروس السنة الثانية إعدادية لدروس حلم الحياة والأرض دروة محيطية وهي جبال تحت بحرية كما تلاحظون إذن هناك جبال تحت بحرية وهناك أيضا سهول محيطية وهذا بقارية إذن كل هذا موجود تحت الماء تحت البحر وهناك غور بحري غور بحري وهو أقصى يعني انخفاض أقصى عمق أقصى عمق للبحر قد يصل إلى 6000 متر إذن العمق البحري قد يصل إلى 6000 متر إذن الغور البحري يعني قد يصل إلى هذا العمق إذن ألاحظ المقاطع وأقرأ معطياته ثم أسمي أشكال تضاريس البحرية إذن ما هي أشكال تضاريس البحرية أسميها إذن لدينا الهضبة القارية لدينا الحفة القارية لدينا الدروة المحيطية وهي جبال تحت بحرية لدينا السهول المحيطية ولدينا الغور البحري الغور البحري أميز بين هذه الأشكال التضارسية حسب امتدادها وعمقها بالنسبة لسطح البحر إذن كما قلنا الغور البحري يعني فهو يقع في عمق ستة آلاف يمكن أن يصل على عمق ستة آلاف متر يعني تحت سطح البحر هنا كله تحت سطح البحر لدينا سهول محيطية سهول محيطية يمكن أن تصل إلى عمق 4000 متر تحت سطح البحر ثم لدينا الدروة المحيطية وهي يعني الجبال تحت بحرية يعني تكون مرتفعة وسط المحيط يعني تصل إلى تقريبا يكون عمقها تحت سطح البحر 2000 متر تحت سطح البحر إذن تكون قريبة من سطح البحر إذن هذه هي التمييز بين الأشكال التدارسية حسب امتدادها وعمقها بالنسبة لسطح البحر اكتشاف الحركات الكبرى للمياه البحرية إذن نكتشف الحركات الكبرى للمياه البحرية الوثيقة جوج وضعية المد والجزر والسبب حدوثهما إذن هناك مد وهناك جزر كما تلاحظون الصورة الأولى تمثل المد هذه الصورة تمثل المد يعني هناك مد بحري هنا والصورة الثانية تمثل الجزر الجزر وهو انحصار البحر يعني رجوعه انحصار البحر إذن ألاحظ الصورتين ثم أصف حالة مستوى البحر في كل من الصورتين إذن الصورة الأولى مستوى البحر مرتفع والصورة الثانية مستوى البحر منخفض وسمي كل حالة على حدة إذن الصورة الأولى هي حالة مد بحري والصورة الثانية هي حالة جزر بحري أسوغ اعتمادا على ذلك تعريفا مبسطا لكلمتي المد والجزر إذن المد هو ارتفاع مستوى يعني ارتفاع البحر يعني دخول البحر داخل اليابسة بأمطار عديدة تقريبا يعني 3 أمطار إلى 4 أمطار يدخل البحر إلى اليابسة والجزر هو انحصار البحر عن اليابسة بنفس المعدل يعني حوالي من 3 أمطار إلى 4 أمطار إذن مفاهيم ومصطلحات الذين مجموعة من المفاهيم ومصطلحات الهضبة القارية وهي الرصيف القاري وهي المنطقة الساحلية الفاصلة بين القارة والجبل ولا يتعدى عمقها 200 متر الحافة القارية هي منحدر أو حافة شديدة للإنحدار تفصل بين الهضبة القارية وأعماق البحر الذربة المحيطية هي جبال تحت بحرية تمتد وسط المحيطات وهي مكونة أساسا من براكين نشيطة الغور البحري منطقة بحرية عميقة جدا يصل عمقها أحيانا إلى مش 6 ألف بل إلى 100 ألف لكن حسب الصورة التي كانت لنا هنا يعني 6 ألف ولكن قد يصل إلى 10 ألف متر تحت سطح البحر لدينا الوثيقة ثلاثة وهي صورة للموجة البحرية وسبب حدوثها ألاحظ الصورة وأقرأ معطيتها ثم أسمي حركة مياه البحر التي تمثلها الصورة إذن كما تلاحظون هذه موجة بحرية لدينا هبوب رياح رياح شديدة تصدم مياه البحرية التي تتسبب في تكون الموجة إذن أسمي حركة مياه البحر إذن حركة مياه البحر هي الأمواج البحرية أستخلص سبب حدوث هذه الحركة من خلال معطية الصورة إذن الصورة تبيننا لنا أن سبب حدوث هذه الحركة هي الرياح التي تصطدم بكتل المياه الكبيرة أثناء المد والجسر إذن هذا ما يمكن أن نستخلصهم بسبب حدوث هذه الحركة من خلال معطية الصورة لدينا هنا خريطة توزيع التيارات البحرية في العالم إذن ألاحظ الخريطة وأقرأ معطيتها إذن كما تلاحظون من انطلاقا من الخريطة يعني هناك تيارات هناك مجموعة من التيارات المحيطة بالقارات انطلاقا من المحيطات كما تلاحظون هنا تيار كاليفورنيا الذي يصطدم بأمريكا الشمالية وهناك تيار استوائي يعني يحمل خطوط تيار بيرو هذا تيار دافئ والتيار استوائي هو تيار ساخي إذن هذه مصيد أسماك رئيسية إذن هذا مصيد أسماك رئيسية يعني كما تلاحظون هنا في أمريكا الجنوبية هذا مصيد أسماك رئيسية كذلك هنا هذه المنطقة هي مصيد أيضا للأسماك أيضا في منطقة المغرب هناك مصيد للأسماك في أمام محيط الأطلسي وكذلك في منطقة البحر العبيض المتوسط هناك مصيد كثيرة للأسماك في هذا هناك أيضا هناك تيار الخليج بالنسبة لأمريكا الشمالية هناك مجموعة من التيارات تيار الخليج هناك أيضا لابرادور وهو تيار بارد كذلك هناك تيار يأتي من المحيط الأطلسي وهو تيار ساخن يدخل إلى أوروبا وهناك تيار بارد يأتي من المحيط المتجمد الشمالي كذلك هنا لدينا تيار ساخن وهو تيار البرازيل وتيار بارد وهو تيار بنجويلة هناك تيار غرب أستراليا وهو تيار بارد وهناك تيار الموزنبيق وهو تيار ساخن وتيار شرق أستراليا تيار ساخن ثم لدينا تيار كيروشيفو وهو تيار ساخن إذن أميز بين أنواع تيارات البحرية التي تمثلها إذن هناك مجموعة تيارات بحرية ساخنة وتيارات بحرية باردة قد ذكرتها اذكر أمثلة لكل نوع منها إذن التيار ساخن مثلا تيار البرازيل هو تيار ساخن تيار الخالج هو تيار ساخن هناك تيار يعني مثلا تيار غرب أستراليا هو تيار بارد وتيار لابرادور مثلا الآتي من المحيط المتجمد الشمالي هو تيار بارد إذن هذه أمثلة من هذه التيارات أصفوا كيف تتوزع التيارات البحرية في العالم إذن تتوزع يعني هناك تيارات شمالية وتيارات جنوبية يعني هناك تيارات شمالية وتيارات جنوبية يعني تنتقل من القطب إلى خط الاستواء إذن تيارات تنتقل من القطب الشمالي أو الجنوبي إلى خط الاستواء إذن هذه هي حركة دورانها مفاهيم ومصطلحات الموجة البحرية هي حركة أفقية وسطحية لمياه البحر والمحيطات بفعل هبوب الرياح الطيارات البحرية تنقل مياه البحر من المحيطات على مسافة طويلة وتكون إما باردة أو دافعة إذن هذه هي التيارات البحرية التي تكون تتكون هذه التيارات بسبب فرق البرودة الذي يكون ما بين المحيط المتجمد الشمالي والمحيط المتجمد الجنوبي الذي يكون أقصى درجة البرودة على سطح الأرض وخط الاستواء الذي يكون أقصى درجة الحرارة على سطح الأرض وبالتالي هناك عملية هناك تيار بحري من الساخن إلى البارد وهكذا وهكذا دوليك حتى تتكون تيارات بحرية ننتقل إلى تقويم التعلم أسماء بعض الأشكال التضاريسية الكبرى في كوكب الأرض إذن لدينا الجبال تحت البحرية كما رأيتم لدينا التلال، الغور البحري، الجبال، الرصيف القاري، الهضاب، السهول والحافة القارية إذن كل هذه أشكال تضاريسية كبرى في سطح كوكب الأرض أميز في هذه الأشكال بين التضاريس القارية والتضاريس البحرية إذن لدينا التضاريس القارية، ما هي التضاريس القارية هنا؟ الجبال تحت البحرية هي تضاريس قارية أو تضاريس بحرية الجبال تحت البحرية هي تحت البحر اختلفة هي تضاريس بحرية طبعا التلال التلال كما رأينا في النشاط الثاني هي تضاريس قارية توجد في القارة الغور البحري غور بحري هو غور بحري إذن هو موجود في البحر إذن هي تضاريس بحرية غور بحري وتضاريس بحرية الجبال وهنا قلنا الجبال ونمنق الجبال تحت بحرية إذن الجبال هي جبال تضاريس قارية موجودة في القارة الرصيف القاري الرصيف القاري هو المنحدر تحت البحر يصل إلى قارة المحيط إذن الرصيف القاري هو تضاريس بحرية الهضاب الهضاب والسهول يعني هي تضاريس قارية معروفة الهضاب والسهول هناك سهول بحرية لكن هنا ذكروا سهول بدون سهول بحرية إذن سهول البحرية لوحدها إذن هذه سهول قارية ثم لدينا الحافة القارية الحافة القارية هي أيضا من التضاريس البحرية أعرف الجبال والغور البحري إذن ما هي الجبال؟ الجبال هي مرتفعات قارية شديدة الإنحدار ومرتفعة نسبيا إذن هذه هي الجبال وما هو الغور البحري؟ الغور البحري هو يعني كما هو واضح من التعريف هنا الغور البحري منطقة بحرية عميقة جدا يصل عمقها أحيانا إلى أكثر من عشرة آلاف متر الغور البحري هو منطقة بحرية عميقة جدا إذن كان هذا هو درس درسنا اليوم درس يعني درس بسيط لكنه مفيد جدا وغني بالمعلومات درس الخامس اليابس والمائي يعني كان هذا هو درس اليابس والمائي في ثلاثة أنشطة كما قلنا نشاط الأول يبين لنا نسبة اليابس على سطح الكرة الأرضية الذي لا يتجاوز 29% فقط ونسبة المحيطات التي تتجاوز 71% بمعنى أن المحيطات هي الغالبة على كوكب الأرض وفي النشاط الثاني رأينا التضاريس القارية لدينا أربعة أشكال للتضاريس القارية لدينا الجبال والهضاب والتلال والسهول هذه التضاريس القارية ثم في النشاط الثالث رأينا التضاريس المحيطية أو البحرية وفيها الغضاب القارية والحافة القارية والدروة المحيطية وهي جبال تحت بحرية ولدينا السهول المحيطية ولدينا غور بحري كل هذه من التضاريس البحرية ثم اكتشفنا حركة البحر على شاطئ البحر وهي حركة المد والجزر ورأينا كذلك حركة توزيع التيارات البحرية في العالم إذن هناك تيارات بحرية في العالم هناك تيارات باردة وتيارات دافئة إذن تيارات الباردة تنتقل تيارات من القطب إبما الشمالي أو الجنوبي وتنتقل إلى خط الاستواء بالتالي يعطينا طيارا دورانيا من البارد إلى الساخن وهكذا إذن ننتقل في الحصة المقبلة ننتقل إلى الدرس السادس وهو الغلاف الجوي إذن الغلاف الجوي هذا الدرس سوف نراه في الحصة القادمة يعني هو الدرس السادس سوف ترونه أيضا في مادة الفيزياء في السنة الثانية الثانوي إذن أشكركم على حسنة تتبعكم وننتقي في الحصة المقبلة مع الدرس السادس الغلاف الجوي ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر